السلام عليكم كيفكم؟ اليوم رح نبدأ ان شاء الله بدرس جديد هو ضمادات الجروحي ضمادات هي عبارة عن لفائف يربط بها الجرح أو يلف بها الجرح أو الكسر وهي عبارة عن جمع مفردها ضمادة بينما الجروح هي عبارة عن آثار في الجلد مع نزول الدم مع نزول الدم الجروح هي جمع مفردها جرح الجروح جمع مفردها جرح نشاهد في هذه الصورة مجموعة من الأطفال يلعبون في أحد الملاعب وسقط أحد الطلاب وجاء المدرب لمداوات الطالب جاء المدرب لمداوات الطالب كثيرا ما يصاب أحدنا ببعض الجروح والخدوش أو الكدمات طبعا أي حد فينا معرض للإصابة سواء بالجروح أو الخدوش أو الكدمات نسأل أنفسنا ما معنى الخدوش الخدوش هي عبارة عن جروح في الجلد ولكن دون نزول الدم دون إسالة للدم بينما الكدمات هي عبارة عن آثار في الجلد ناجمة أو ناتجة عن ضربة الجسم بجسم صلب دون جرح ما بيكون في جروح فيلجأ إلى استخدام ضمادات الجروح إذا تعرض أحدنا لهذه الأشياء فنلجأ إلى استخدام ضمادات الجروح فهل خطر لك يوما أن تسأل عن قصة اختراع هذه الضمادات؟ هل خطر لنا يوم أن نسأل عن قصة اختراع ضمادات الجروح؟ أو من الذي اخترعها؟ طبعا الفكرة الموجودة هنا اللجوء إلى استخدام ضمادات الجروح عند الإصابة اللجوء إلى استخدام ضمادات الجروح عند الإصابة الآن سنتعرف على مخترع هذه الضمادات وما سبب اختراعه لهذه الضمادات؟ يعود الفضل في اختراع ضمادات الجروح إلى إيرال ديكسون إذن مخترع ضمادات الجروح أو الشكر أو الفضل يعود لإيرال ديكسون الذي اخترع ضمادات الجروح الذي فكر في طريقة لمعالجة إصابات زوجته في أثناء عملها في مطبخ المنزل إذن سبب اختراعه لهذه الضمادات لمعالجة إصابات زوجته أثناء عملها في مطبخ المنزل لتستغني بذلك عن الضمادات الكبيرة التي تغضط العضو المصابة كله أو كله إذن استخدم هذه الضمادات حتى تترك زوجته الضمادات الكبيرة التي تلف بها العضو المصاب كاملا العضو المصاب بمعنى المكان المصاب في الجسم في هذه الفقرة الفكرة الموجودة هنا هي إيرال ديكسون مخترع ضمادات الجروح إذن مخترع ضمادات الجروح هو من إيرال ديكسون طبعا في الفقرة الثالثة يبين لنا كيفية اختراع هذه الضمادات أو مكونات هذه الضمادات ألسق ديكسون قطعا صغيرة من القماش النظيف المعقم في منتصف شريط لاسق إذن ما هي مكونات هذه الضمادات؟ أولا قماش نظيف معقم المعقم بمعنى خالي من الجراثيم وشريط لاسق وضع هذه القطع الصغيرة من القماش المعقم في منتصف الشريط اللاسق وأعدها لتكون جاهزة في حالات الإصابة الطارئة أعدها ووضعها جانبا أي جهزها ووضعها جانبا لاستخدامها في حالات الإصابة الطارئة بمعنى الإصابة المفاجئة فتمكنت زوجته بذلك من مداوات جروحها بسهولة ويسر إذن بسبب هذه التجهيزات استطاعت زوجته أن تداوي جروحها بنفسها بسهولة ويسر بشكل سهل في هذه الفكرة الفكرة الموجودة هنا هي مكونات ضمادات الجروح وقدرة زوجته إيرال ديكسون على مداوات نفسها طبعا بعد أن اكتشف إيرال ديكسون هذا الاختراع عرض ديكسون اختراعه على إدارة شركته ماذا فعل ديكسون؟ عرض اختراعه على إدارة الشركة ما هي ردة فعل الشركة في ذلك الوقت؟ رحبت به، رحبت الشركة بهذا الاختراع وعملت الشركة على تطويره حتى يناسب أحجام الجروح كلها إذن طورت أو قامت بتحسين هذا المنتج ليكون أفضل حتى يناسب أحجام الجروح كلها ماذا فعلت بعد ذلك هذه الشركة؟ وزعت المنتوجة مجانا على الفرق الكشفية في أنحاء البلاد كافة ترويجا له إذن بعد أن حسنت وطورت هذه الشركة الاختراع وزعت هذا المنتوج أو هذا الاختراع على الفرق الكشفية مجانا في أنحاء البلاد كافة لماذا؟ دعاية لا حتى تعمل دعاية لهذا المنتج إذن ترويجا بمعنى دعاية ترويج بمعنى دعاية الفكرة الموجودة هنا هي تطوير الشركة لضمادات الجروح وتوزيعها على الفرق الكشفية إذن الفكرة الموجودة هنا هي تطوير الشركة لضمادات الجروح وتوزيعها على الفرق الكشفية توزيع هذه الضمادات على الفرق الكشفية ما نتيجة هذا الاختراع؟ أو ماذا نال ديكسون من هذا الاختراع؟ حضي ديكسون بتقدير شركته إذن نال على تقدير شركته كانت النتيجة تقدير الشركة لهذا الاختراع أو لديكسون بسبب هذا الاختراع ومنح ترقية بفضل اختراعه الذي انتشر في أسقاع الأرض إذن أعطي ترقية أي رتبة أعلى بسبب اختراعه الذي انتشر في بقاع أو أنحاء أو أرجاء الأرض وأصبح لاغينا عنه في الإسعافات الأولية إذن لا أحد يستغني عن هذا الاختراع في الإسعافات الأولية هذا هو درسنا لهذا اليوم أتمنى من الجميع كتابة الأفكار والمعاني الموجودة في هذا الدرس التي تم كتابتها على الورقة والانتباه إلى معاني المفردات والتراكيب وحلها وأي سؤال ابعثوا لي على الخاص ويعطيكم العافية